مع بدء العمليات العسكرية في الموصل التي يشارك فيها عدد من القوى العسكرية أبرزها القوات العراقية وقوات البشمرقة والحجر الشعبي وقوات التحالف من المتوقع أن يكون لهذه المعركة تأثيرات على الإقليم ومنه الأردن نظرا لحدوده المشتركة مع العراق يعني ما في شك أنه معركة الموصل معركة حاسم وجزء أساسي من مسار التعامل مع تنظيم إرهابي بشع مثل تنظيم داعش وبالتأكيد أنه فصل هذه المعركة وحسمها بوقت قريب إن شاء الله من أمل أن يكون قريب طبعا فيه اختلاف على المدة واضح أننا رح تأخذ مدة طويلة الخوف أنها تأثر إنسانيا على الوضع الإنساني داخل الموصل لأنه المدنيين الآمنين كمان هذول عندهم مشكلة المشكلة الأخرى أنه الظرف الإقليمي اللي حول العراق وداخل العراق ممكن يأثر على سير المعركة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه بعض أهل الموصل عندهم خشية من أن تدخل أطراف أخرى غير الجيش العراقي وقوة الأمن وبالتالي ممكن تحصل فتنة في الموصل هذا على صعيد الموصل والعراق على صعيد التنظيم الإرهابي ضرب هذا التنظيم في الموصل وتحرير الموصل منها سيكون المعركة قبل الأخيرة أو الحسم قبل الأخير لأنه تبقى موضوع موضوع سوريا بالنسبة لداعش بشكل أساسي هو صعيح من تشارين فيها أكثر من مكان لكن في هذه المنطقة بالذات خاصة بين العراق وسوريا أكيد مسألة أساسية أنه إن شاء الله يكون فيها انتصار وحسم قريب الآن الأثر على المنطقة بطبيعة الحال منطقتنا كلها والأردن جزء أساسي منها متأثر في هذا الوضع يريد لهؤلاء أن يكونوا خارج المنطقة وخارج تفكير المنطقة لأن أثرهم بقتلهم للعرب والمسلمين وبإسم الدين يقتلون فهذه من أبشع المظاهر التي شفناها ونحن نهج نهج سلمي نهج أن تتغير الصور النمطي التي حاولت هذه الفرق والتنظيمات الإرهابية تشكل العالم كانوا صار العرب والمسلمين كلهم متهمين بالإرهاب هذه المعركة التي من المتوقع أن تستمر لفترة زمنية طويلة بحسب مراقبين يتوقع أن يكون هناك أزمة نزوح إنسانية من الموصل مع احتدام المعارك في الأيام القادمة والتي يشارك فيها أكثر من مئات ألف مقاتل من مختلف القوى العسكرية لا شك أن العالم كله يتابع تطورات في الموصل بقدر كبير من الترقب وقدر كبير من الاهتمام المعركة لها عدد جوانب لا شك أن في البداية الجميع معني بإنهاء هذا التنظيم الإرهابي الدموي الإجرامي الذي روع المنطقة والعالم وأساء إلى الإسلام قبل أي شيء آخر فهذا جانب لا شك أنه إيجابي ومتفق عليه بين كل دول العالم وبين كل المعنيين بالاستقرار والأمن في هذا الجزء من العالم أما الجانب الآخر المتعلق بما يجري في مدينة الموصل فهو التخوف على السكان المدنيين الأبرياء يكفي أن هؤلاء المدنيين الأبرياء عانوا تحت حكم داعش لسنوات عديدة ويجب أن لا يعرض هؤلاء المدنيين لنوع آخر من العذاب ونوع آخر من العناء بعد انتهاء حكم داعش نقول هذا ونحن نعيد للذاكرة أن بعض المناطق التي تم تخليصها من داعش المدنيين دفعوا ثمنا باهظا والمساجد دفعت ثمنا باهظا ونحن لا نريد تكرار هذه التجربة يجب أن تتخذ كل الإجراءات لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وما يجري في المنطقة الجانب الآخر دول الجوار أيضا هناك تخوف وعلى رأسها الأردن باعتباره أحد الدول المجاورة للعراق ماذا سيحدث لو أن هذا الكم السكاني الكبير الموجود في الموصل والذي يعتقد البعض أنه يصل إلى مليون أو أكثر حدث له نوع من الترويع حدث له نوع من العقاب الجماعي ومن المتوقع خلال هذه المعركة هروب فلول تنظيم داعش بالقرب من حدود المملكة ما يضعها في تحدي كبير لمنعهم من الاقتراب لكن قواتنا المسلحة أعلنت في وقت سابق أن قوات حرس الحدود اتخذت إجراءات احترازية وإن هذا التنظيم سيقع تحت نيران قواتنا المسلحة في حال اقتراب من الحدود حمد الفائز الحقيقة الدولية